طويل وفرت علي انا كمدير فني وفرت علي بدل عندي لعيبة بتجيد ألعاب الهوى جوه الصندوق ياسر محمد عبد منعيم الشناوي في اول كرة انا كعمر الحديدي مدافع او لما طلع ومسك اداني طمأنينة انا كخط ظهري وشاورت بالهدوء عشان يبقى عندي ثابت انفعالي انت اللي بتوصله لي كالشناوي الخط ظهري والتزامي والمان بتاع ياسر ابراهيم اللي هو احد نجوم المباراة الله احد نجوم المباراة بل هحطه هو رقم واحد بعدنا هحط لعبة النادي الاهلي كلها بس هو رقم واحد ان انا جايبك من الدار للنار زيما بيقوله لما تجي نقيم اللاعبين بالارقام ماشي يلا بينا نستعرض تشكيلة الاهلي اللي بدأت اساسية وهنتكلم على البودلاء بتاعهم وحضرتك هتديهم تقييم من عشرة مثلا لو اردت هتاخد العشرين من عشرة في الاخر محمد الشناوي الشناوي على مستوى المباراتين والنهاردة بالاكتر في الجو ده قد الشناوي تمانية تمانية من عشرة هو بحسب موقع السوفا سكور كان اعلى اللاعبين تقييما من الموقع ده النهاردة يمكن راح مع ضربة الجزاء كانت عالية ولكن جاءت في العرضة خروجه على الكرة كان متميز بنسبة كبيرة جدا كرة حتى بس اللي لحقها وقعت من ايديه هي واحدة بس اللي وقعت من ايده والاوفر الطويل اللي اتعمل من يوسر بازوك هو قدرها علي اللي شالها صح علي اللي شالها لما تخبط في ظاهره بالزبط كده طيب ياسر ابراهيم اكثر من عجب الكابتن عمر الحديدي تقييمك الكمال لله قديره تسعة ونص تسعة ونص اه اه انت جايبني من اللي فيه اه انت جايبني من واحد مش بلعب اه لمباراة فيها خمسة وخمسين المتفرج عندهم شراسة وفرقة محترمة اسمها الرجاء والاتحامات الارضية كلها اكثر من هاي اول كرة حصل بينه وبين حقم زخابة سبرينت وعمل تاكلينج قلت بس هانيبقى في المباراة خلاص ياسر في المباراة ياسر في المباراة عبد المنعم سبعة ونص سبعة ونص ايه اللي نزلوا عن ياسر ريس كان في الشوط الاولاني في كورتين بيحضرهم مش محتاجة الثقة دي قوي وسط استاد القاهرة عكس وسط ملعب الخامس اسلوب دي توترني تدخلني في دوشة اتحسبت عليك ضربة حرة جوة السندوق من بره جهة الكورنر اللي حيتحمد هاني تحطك في دوامة ان هي اكسر من هيلة اه كورة اكسر من هيلة صح تعمل لي دوشة رغم ان يعني امكانيات جبارة والصفات اللي عند محمد عبد المنعم سواء فنية او شخصية تحبقها جدا في فرقتك اه طبعا لكن مع بقى شوية خبرة دي اللي هتلغي الحاجات اللي بتتكلم عليها داك في فرق ان انا بلعب برا باسلوب محمد عبد المنعم الشرس وهنا محمد عبد المنعم العاقل بالعكس ده النهارده كان رواءانه احيانا زيادة عن اللزوم هو اللي عمل الارتباك الرواءان ده صح مش كل اللعيبة هتستوعب ده صح لازم توصل لي ان انا عندي طمقنينة منك قبل ما يكون عندي توطر نظبوط محمد هاني اكتر ايجابها اللي اتلعب عليها طول الشر هاني اتغير عليه اتنين لعيبة من اللعيبة الهيلة نظبوط ادي هاني تمانية ونص تمانية ونص لانه تفوق في مواجهتهم بنسبة كبيرة واول مرة اقول لمحمد هاني انت من اللعيبة اللي دلوقتي تتحسب لكولر وده انطباع الاداء اللي انت عملته في الفردي وصل لمنتخب مصر انك بتستلم بالحركة عكس استلام من السبات ثم الفكر السبات بالحركة الشغل بالحركة بقى واضح اول محمد هاني وبعدين وقت بناء الهجمة لو نلاحظ بيبقى موجود للدعم في نص الملعب علشان يبقى محطة برضو ويتلاعب عليها للبناء وعارف يخرج امتى ويقف امتى علي معلول للمهام اللي اديها له كولر تمانية ونص تمانية ونص مطلوب منك ما تعدش نص الملعب عشان الشغل كله هيبقى من جهتك مزبوط مروان عطية ماش عايز اقول ما يقلش عن ياسر حاجة سع ونص بقى هو مصدر الطمأنينة اللي لعيبة نص الملعب كلها صح مطفق حتى الميس باسز اللي حصلتنا ما كانتش كتير قوي وما كانتش بنفس او ما تقللش قوي من الدور الكبير اللي ام بي سواء في البناء او في هاييجي وقت يا هاني هيجي وقت هنقول ما حدش بيعمل دي في مصر غير طريح حامد مروان بقى عنده باجابية التسديد يعني لو انت استغلته للتفوق الهجومي هيعملها بس الرجل مخليه مخبيه ومشغل حمد فتح في دي كان ليه تصويبا النهاردة واحدة بس كانت بره فانا بشوف ان مروان واحسين الشحات باعتبارهم اكتر اتنين بيجربوا لازم يعلوا قوي دي فيهم يعني المهمة قوي تزيد قوي عندهم لانهم اكتر اتنين بياخدوا عندهم القرار ده بالظبط